اشتركوا في القناة ومركز السرايا للإعلام ووكالة بشرى الإخبارية ومؤسسة التناصح للدعوة والثقافة والإعلام وقناة النبا فيما ضمت قائمة الأفراد الإرهابيين من ليبيا لإرهابي أحمد عبدالجليل الحسناوي والإرهابي السعد عبدالله إبراهيم بخزيم وأكدت الدول الأربع في إدراج لها أن الشخصين الليبيين والمنظمات الإرهابية الست مرتبطون بمجموعات إرهابية في ليبيا تلقت دعما جوهريا وماليا من السلطات القطرية لعب دورا فاعلا في نشر الفوضى والخراب في ليبيا رغم القلق الدولي الشديد من التأثير المدمر لهذه الممارسات ويعرف الإرهابي السعد عبدالله إبراهيم بخزيم أيضا باسم السعد النوفلي ويكن بأبي عبدالله وهو مؤسسي سرايا إرهاب بنغازي كما قاتل بجانب مقاتل القاعدة في العراق قبل عودته إلى ليبيا واعتقاله قبل أن يخرج من سجن أبو سليم في طرابولوس بعد اقتحامه في الواحد والعشرون من أغسطس 2011 ليلتحق بتنظيم أنصار الشريعة الإرهابية في مدينة جدابيا أما الإرهابي أحمد عبدالجليل الحسناوي فهو قائد ميليشيا درع ليبيا الجنوبية ومن قادة ميليشيات غرفة عمليات ثوار ليبيا وكذلك سرايا إرهاب بنغازي ويتهم الحسناوي بتقديم الدعم اللوجستي للمنظمات الإرهابية في منطقة الساحل الليبي وكذلك لتنظيم القاعدة الإرهابي في المغرب الإسلامي ولأنصار الدين في مالي وذلك وفقا للأمم المتحدة وفي فبراير 2017 اجتمع أحمد الحسناوي مع قادة سرايا إرهاب بنغازي ومن ضمنهم الإرهابي إسماعيل الصلابي لتنصيق العمليات وذلك وفقا للأمم المتحدة ولتقارذ وكالة بشرى الذراع الإعلامي لسرايا إرهاب بنغازي التي أدرجت بدورها على قائمة الإرهاب الجديدة